عليكم ورحمة الله وبركاته أعلن مشهور سناب شات مشعة خلف الصديق المقرب الأريج المعروفة على تشيك توك بساز القحطاني عن موجهة اليوم الخبر الذي أصار دق على منصة التدوين تويتر خلال الساعات الماضية ودفع الخبر المئات من محبي الأخيرة للبحث عن حقيقة وفاة ساز بعد تصدرها قائمة الأكثر تداولا كما نشر ماجد العتيبي أحد أصدقاء الراحلة خبر يؤكد وفاة ساز القحطاني وحسب مصادر موسوقة فإن سبب موت أريج وشهرتها ساز القحطاني إصار تعرضها لحادث مروري اليوم في السعودية وكانت الفقيدة في آخر يوميات لها على صفحتها الرسمية موقع سناب شات ظهرت وهي داخل سيارتها وعلى ما يبدو أنها كانت متجهة إلى إحدى المناطق من أجل الزيارة إن أريج القحطاني أو ساز كما يلقبها محبيها تعتبر من أبرز الوجوه الشبابية متابعة على السوشيال ميجيا كما دشنت مؤخرا حسابا شخصيا على تويتر واتضح أنها رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز عشرين عام حيث كانت الفقيدة في طريقها لإكمال العام العشرين بعد أشهر من الآن وقد اشتهرت من خلال تقديم المحتوى المحتوى المميز على حساباتها الشخصية ونظرا لجمالها وجرئتها وصلت إلى عالم النجومية في مدة قصيرة إن لله وإن إليه يراجعون ترجمة نانسي قنقر